موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي النهاردة هنتابع آخر الأخبار اللي حصلنا عليها خلال الأسبوع وكمان هنتابع تفاصيل جديدة من خلال المدخلات الهاتفية من المصادر المختلفة وده هيكون خلال الفقرة الإخبارية أما الفقرات الحوارية النهاردة هيكون عندنا ثلاث وقفات مهمة هيكون معانا المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشهيد والبناء للحديث عن السوق العقارات والاستثمار فيه وكمان جهود الدولة في القطاع وأبرز مطالب المستثمرين كمان هيكون معانا فقرة خاصة مع المهندس عمر الماربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية للحديث عن سوق الذهب وأسعاره والاستثمار فيه وإيه هي إجراءات الدمغة الجديدة اللي هيتم تطبيقها وهيكون كمان معانا الدكتور طارق عبد المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية للحديث عن المبادرة وهدفها وكيفية الاشتراك فيها ومرضودها بشكل عام لكن الأول خلونا نروح لأهم الأخبار رئيس الوزراء يترقص الاجتماع الثالث لللجنة العليا المعنية بالتحضير لإصطدافة مصر لمؤتمر الأطراف أقلق 27 لتغيير المناخ خلونا نشوف تفاصيل من خلال التقرير اللي جاي ونرجع لحضرتكم مرة تانية ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث لللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وفي بداية الاجتماع أكد الرئيس الوزراء على أهمية الخطة التنفيذية الخاصة بكافة جوانب عمل الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر مشددا على أهمية استمرار التنسيق المتواصل بين الوزارات المعنية بشأن كل الترتيبات اللوجستية والموضوعية ووضع التصورات للقضايا الملحة التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر والمبادرات الفنية التي سيتم إطلاقها خلاله بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المهم ورئيس الوزراء يتابع موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البرصة المصرية خلال العام الجاري مدبولي سنتابع دوريا تحقيق المستهدفات الخاصة بالطرحات الحكومية في البرصة خلونا كمان نعرف أكتر عن الخبر ده من خلال التقرير اللي جاي موسيقى تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البرصة المصرية خلال العام الجاري الفين واثنين وعشرين واستهل الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري قائلا نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البرصة إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبرصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين والفريق أسامة ربيع قناة السويس تسجل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير وبدأ تطبيق زيادة رسوم عبور السفن اعتبارا من اليوم في ظل تعافي حركة التجارة العالمية والنقل البحري خلونا كمان نعرف أكثر من خلال التقرير اللي جاي صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلة الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة في الاتجاهين خلال شهر يناير من العام الجاري مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بإجمال حمولات صافية قدرها 106.1 من 10 مليون طن مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي وأوضح الفريق ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمال الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شامل الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9 من 10 بالمئة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة سبل جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية الإعداد لعقد الدورة الثانية لللجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالي خلونا كمان نعرف أكتر عن الخبر ده من خلال تقريرنا اللي جاي استقبل المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد أوكاه روشي سفير اليابان لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتبدل الرؤى حول آلية جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية وكذلك متابعة موقف الشركة اليابانية العاملة في مصر وأكد عبد الوهاب على أهمية التعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية وكذلك المستهدف جذبها إلى مصر مشيرا إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على مواصلة التعاون مع الجانب الياباني لتوفير أطر عمل مستدامة لتعزيز العلاقات الاستثمارية ثنائية كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على تنفيذ جولة ترويجية للهيئة في عدد من المدن اليابانية تستهدف عرض الفرص لاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة إلى مصر إلى جانب الاعداد لعقد الدورة الثانية لللجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالي على هامش الشراكة بين القطاعين العام والخاص حضرنا الملطقة السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية واللي قدم حلول تكنولوجية في مصر والعالم العربي وأصدر الملطقة عشر توصيات أبرزها كان الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحنا كان لنا جولة داخل الملطقة وأخذنا أراء المنظمين لهذا الملطقة خلونا نروح نشوف كلمات المنظمين وإيه هو كان هدف الملطقة ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية اشتركوا في القناة عن التعديلات على قانون التأمين الصحي عاوزين نعرف مدى تأثير ده على الاقتصاد المصري يعني هو مرتبط أساسا بيه يعني بعد ما طبقنا القانون بدأت تظهر لنا بعض الحاجات اللي محتاجة تعديل دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه دايماً هيبقى فيه مراجعة عشان ضمان أنه القانون يعني بيتجاوب مع المتغيرات اللي حدثها مع الأرض وأيضاً مع ضمان الاستدامة المالية لهذا النظام في النهاية التأمين الصحي الشامل هو جزء من الاقتصاد القاومي الرعاية الصحية جزء من الاقتصاد القاومي وبالتالي يعني دايماً لما بتيجي تمولي الرعاية الصحية بتموليها بصورة أو بأخرى من الخزانة من الاقتصاد من جيوب الناس وبالتالي فاحنا دايماً بنحاول نعمل التوازن دوت على أساس أنه نحقق للناس التغطية الصحية نقل المعدلات الفقل نكون متوازنين في التمويل دخول جراحات جديدة زي جراحات السمنة اللي حضرتك تحدثت عنها في الجلسة هل ده هيأثر سلباً على الاقتصاد القاومي؟ لا هو احنا ما بنتكلمش هنا سلباً وبنتكلم على أنه ناس طلب خدمة هناك تخوف أنه الخدمة ديت يكون يعني يساء استخدامها أو يساء طلبها وبالتالي وضع يعني كان هناك رأي أنه والله دي مش شغلة التأمين الصحي الشامل ولا دي شغلة تأمين الصحي الشامل نحن نتعين على أنه تبقى موجودة ضمن الخدمات بمعايير معينة هي لها تكلفة وتكلفة غالية وليها برضو أعباء لازم نكون حريصين وإحنا بنتعامل معها سيادة المستشار النهاردة على هامش الملطقة السابع الصحي عاوزين نعرف إيه بالضبط دور الهيئة في تنفيذ الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ومدى تأثير ده على قطاع التأمين هو دور الهيئة في تنفيذ الشراكة نحن نتعرف عليك القطاع العام اللي بينظمه اللي بيديره الدولة في الثلاث هيئات اللي بيشوفها التأمين اللي هو الهيئة العامة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة الرعاية الطبية والجودة المرات الجودة الثلاث هيئات اللي بيننص علامة القانونة اثنين لسنة 2018 ده خضعين دي جهات معينة بتنشرف عليهم وإحنا قطع التأمين عندنا اللي بنشرف عليه وإن شاء الله في مشروع القانون التأمين الجديد هيخش فيه شركات التي بي اي والشركات الاتش ام او اللي هي اللي ما كانش قاد على الاشراب في الرقابة الهيئة فالقطاع ده كده كله اشراب في الرقابة الهيئة بنحاول نسعى ان احنا نجد وسيلة للشراكة تنفيزا دي احكام المادة 18 من الدستور اللي قالت يبقى فيه مشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والاهلي في تقديم خدمة افضل لصالح المواطنين حضرتك شايف ازاي ده هيكون تأثيره على قطاع التأمين والدور الرقابي للهيئة اكيد ده هيفيد قطاع التأمين بصورة رئيسية لان انت عارف حدك التأمين الصحي الشامل انك تغطي جميع المواطنين بأي مكان التكلفة وبدون سقف للعلاج وكل المصريين المقيمين دي عبء كبير على عطق الدولة كنا بنعمل ان القطاع الخاص يشارك الدولة ويخفف العبء لتقديم جودة افضل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لو اتكلمنا على اهم ما جاء في التعديلات قانون التأمين احنا قانون التأمين عندنا دلوقتي بيتناقش في مجلسي في غرفتاء البرلمان مجلس الشيوخ ومجلس النواب احنا خدنا وصلنا تقريبا دي المادة مية اربعة اربعين هو ١٢١ مادة في مجلس الشيوخ ووصلنا لحوالي المادة ٢٢٠٦ في مجلس النواب المشروع قانون تضمن تعديلات كتير من ضمنها ان نظمنا التأمين التكافولي الاول مرة تضمن فرض مجموعة من مد الحماية التأمينية لقطاعات كتير قوي ما كانتش متغطاة قبل كده وجعل الحماية دي اجبارية موسيقى الملطقة زي ما حتى قلنا في الكلمة الافتتاحية جاء في توقيت مهم جدا ما بين عدة تحولات ما بين تقييم للنتاج واثار كورونا وعملت ايه في هذا القطاع وما بين الاستعداد لاقرار او اقرار بعض القوانين الخاصة بمنظومة التأمين بشكل عام والتأمين الطبي بشكل خاص فالحقيقة المؤتمر بيناقش عدة محاور مهمة جدا اول حاجة المحور المختص به اثر التشريعات الجديدة المنظمة لصناعة التأمين والمتمثلة في مشروع قانون التأمين الموحد والحقيقة كمان بنناقش اثر التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحديثة في الخدمات المالية غير المصرفية وده برضو اللي اقرره هذا القانون واللي تم اقراره خلاص من مجلس النواب الحقيقة كمان بنناقش عملية الشمول المالي حاجة عرفها مصر الدولة مهتمة جدا بموضوع الشمول المالي اثار وكيفية تطبيق واليات تطبيق الشمول المالي في صناعة التأمين حقيقة عنوان احد الجلسات الهمة جدا ثم حديث الساعة ما هو دور صناعة التأمين الطبي ورعاية الصحية في تقديم الخدمة من خلال منظوم التأمين الصحي الشامل اللي بتقدمه الدولة وده الحقيقة برضو احنا افردنا لها جلسة متكملة علشان نناقش هذا الدور والحقيقة هو دول حقيقة حديث الساعة والحمد لله من هذا الحضور المكثف الاهتمام على المستوى الرسمي وصانعي السوق والعملين في هذا المجال الحمد لله متفاعلين بالنهاية برضو تبقى دورة نجاحة نطلع بها في الآخر بتوصيات ان شاء الله تفيد هذه الصناعة طبيعة الحال باعتبار انو تأمين طبي احد الركائز الاساسية في منظومة الشمول المالي احنا منواجب ان احنا كاتحاد عربي انو نهتم فيه وبالخصوص انو في الفترة الاخيرة احنا شاهدنا انو في العام السنين الاخيرة اغلبية البلدان العربية اتجهت الى اقرار قوانين وتخص تأمين طبيعي مثلا على سبيل المثال اليوم في مصر في منظومة التأمين الصحي وهذه المنظومة هذه المفترضنه في وضون عشرة الى خمتاش سنة تكون مغطية جميع المواطن المصريين وهذا شيء منتها صعب انو انو انسان يكون ضد الفكر هذه فاحنا واجبنا هو انه اول شيء نحاول انو دائما نخلي اه شركات التأمين تكون اه مندمجة مع هاد الافكار اللي بجيبها اللي جيبها القيادات السياسية هذا رقم واحد رقم اثنين انو نخلي ان شركات التأمين تكونوا تهتم بالجانب الفني لعمليات الاكتتاب الجانب الفني لكل ما يخص الخصائل الخريخ خاصة انو ان التأمين الطبي تأمين اللي هو في حساسية الى حد ما من ناحية نتائج الاخرى فاحنا ضونا كاتحاد عربي اكيد دائما في كل ما يخص التأمين من بعيد او من قريب اي مكان اه فرع التأمين هذا رقم واحد سؤال تاني كان بخصوص اه التعديلات لقانون التأمين الصحي الشامل شوف اهم تعديل حضرتك شايف هزاي بتفيد قطاع التأمين شوف اهم شي بالنسبة الي هو ادماج شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل هذا ادماج شركات التأمين هذا مهم جدا ليش لانه من جهة سيخفف العب على الدولة ومن جهة ثاني سيسمح لشركة التأمين بان تنمي اعمالها شوفنا مع بعض الملتقى الطبي السابع لتأمين الصحي ورعاية الصحية هيكون معانا دلوقتي مدخلة هاتفية من الاستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين علشان نعرف اكتر ايه هو كمان يعني رأيه في الملتقى الطبي اهلا وسهلا بحضرتك استاذ علاء اهلا وسهلا بحضرتك يعني استاذ علاء يعني هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص ايه هو بالضبط مرضود على قطاع التأمين الصحي والتأمين المصري يعني والحقيقة احنا مؤتمر كان عنوانه رئيسي هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او القطاع الحكومي والقطاع الخاص القطاع الخاص مثلا فيه شركات التأمين اللي بتقوم بمبارس التأمين الطبي والشركات الرعاية الصحية اللي هي برضو بتقدم خدمات الرعاية الصحية في مجال التأمين السابع احنا يمنى جدا ان يكون فيه تعاون بنا وبين الحكومة الحكومة بتقدم منظوم التأمين الصحي الشامل واعتقد ان الحكومة في تقدمها منظوم التأمين الصحي الشامل على رغم ان هي منظومة مهمة جدا ولكن طبعا محتاجة ان يكون فيه تعاون من القطاع الخاص في مجال المطاقات الكتيرة اللي بتحصل والتعاوضات والكبيرة الفورطية اللي بتبقى موجودة من المواردين لخدمة بتحتاج دايما ان يكون فيه سيستم والسيستم ده الحقيقة موجودة عن شركات تأمين الصحية وموجودة عن شركات الرعاية الصحية فاحنا التعاون بتاعنا ان احنا بنقدم الخدمة دي للحكومة في شكل شراكة بيننا وبين الحكومة الحقيقة ده حيتاعد وحيوفى كتير جدا من التكاليف والنفقات اللي بتقوم بيها منظومة تأمين الصحية وفي نفس الوقت هذه الخدمة بشكل أسرع وبشكل أسرع أستاذ علاء يعني هل هذه الشراكة من وجهة نظر حضرتك هات ترفع الوعي التأمين؟ يعني الشراكة طبعا الغاد منها مش الحقيقة رافع الوعي التأمين أعتما هي يعني دايما كانت مشكلة القطاع يا فندم في عدم الوعي التأميني لدى المصريين ممكن كمان نسبة التأمين عندنا قل بكتير ولا دي معلومة مش صحة؟ لا هو طبعا أكيد إحنا الحمد لله القطاع التأمين لمنبصة على حجم اللقصات بتاعته في سنة 2017 كانت تقريبا 24 مليار جنيه النهاردة في سنة 2020 لنهاية 30-31 يعني بعد 4 سنوات وصلت الحجم اللقصات تقريبا 47 مليار ونص يعني فيه زيادة بنسجل تقريبا 5% في 4 سنوات ما معناه ان الوعي التأميني التابع ديه ومعناه ان الناس تستقبل على التأمين بشكل ديه طب احنا عملنا ايه علشان نوصل للنسبة دي اعتقد انك حيث تحضير معانا بعض المؤتمرات احنا الحقيقة قمنا بالعديد من المبادرات والمؤتمرات وبنقبل كل اسبوع نشرة الحياة النشرة دي بتفيد الناس جدا لانها فيها معلومات فنية كتير وفي نفس الوقت بتساعد على الوصول لأكبر شريحة ممكنة في نفس الوقت التأمينية متناسرة، التأمينية بشريحة كتر ما كانتش بتأمل التأمين البنك إيزاد بشكل كبير في مجال تأمين الحياة انه هده فيها اقبال كبيرة بالأقبار على أقبار حياة بدلال ان فيه شركات تأمين حياة فلت 형 Liz Nafs والموقوب من worship شوفنا داخل شركة من سؤل نغريبي، شركة من سؤل الكويتي اويب وشركة من سؤل عمارتي فده الحقيقة بمعناه ان الناس شاءال ان فيه في اقتها ذا نمو قويس جدا طبعا احنا معدل الناس اقبال على التأمين زاد الحياة بشكل كبير وشفنا ان حتى بسهمة التأمين في ناتج الدخل القومي النهائي طلعت من 8 من 10 ل 1 من 2 من 10 في المائة فطبعا دي حاجة كويسة جدا ده معناه ان الوعي بزيد هل وصلنا لما احنا عايزينه؟ لا لسه طبعا ولكن زي ما احنا عارفين فيه قانون التأمين الجديد بيتم نقشته دلوقتي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الليجانة التصادية وسيتم ان شاء الله من نقشته قريبا في الجالفة العامة لمجلس النواب اعطاك قانون التأمين جديد ده فيه باند بوينب جدا بيتكلم على التأمينات الليجامية اللي هيتم تطبيقها اللي هي فعلا هتساهم في زياد الوعي التأميني في شكل جديد استاذ علاء هل هذه اشراكة وقانون التأمين الصحي الشامل هل سيشمل كل المواطنين؟ مليون في المية احنا طبعا القانون التأمين الصحي الشامل تبقى للدستور بيغطي كل المصريين وبيغطي كل المكمين في مصر مش بس المصريين لكن المكمين في مصر وده معناه ان تمتد التخطير كل الناس سواء بقى حد بيشتغل او ما بيشتغلش عنده وظيفة ما عندوش وظيفة كل الناس هلتغط والحقيقة احنا ضلنا القطاع خاص او قطاع شركات تأمين طبي وشركات رعاية الصحية ان احنا نسهل عمل المنظومة بتاعت تأمين الصحي الشامل وبحيث انها تعمل بأعلى كفاءة ممكن استاذ علاء انا باشكر حضرتك شكرا جزيلا لمداخلتك يا فاند يعني طبعا ان شاء الله يعني قانون التأمين الصحي الشامل ده هيرفع من منظومة التأمين الصحي اللي كتير قوي يعني بيعانوا منها كمان الدولة على يعني عبء على الدولة انها يعني تحاول ترفع بالمنظومة كلها لازم يكون فيه شراكة بين القطاعين علشان يكون فيه نمو ويكون فيه تطور وكمان لما يعني فيه قطاعات تانية شهدت الشراكة بين القطاعين حصل بالفعل فيها تطور وحصل بالفعل فيها طفرة ان شاء الله يشهدها قطاع التأمين الصحي خلونا ناخد كمان الخبر اللي معانا شهادة ثقة جديدة يمنحها العالم للاقتصاد المصري ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري تدفعهم لدعم انضمام مصري لمؤشر جي بي جي مورجن خلونا نشوف تفاصيل كمان من خلال تقريرنا اللي جاي في ظل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية وتحقيقها للمستهدفات التنموية تأتي عودة انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجن بعد انقطاع دام اكثر من عشر سنوات وهي الخطوة التي تسهم في جذب عدد اكبر من المستثمرين الأجانب وضخ استثمارات اضافية جديدة داخل سوق الاوراق المالية الحكومية من اذون وسندات خزانة كما يتيح للصناديق الاستثمارية الكبرى لاستثمار في ادوات الدين المصرية بالعملة المحلية ومن ثم رفع كفاءة ادارة الدين وخفض تكلفته بما ينعكس بشكل ايجابي على دعم حزمة الاجراءات التي تتخذها الدولة للاصلاحات الاقتصادية وفي هذا الصدد نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجن بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم واوضح التقرير ان جي بي مورجن هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية تقدم حلولا لاهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في اكثر من مئة دولة وقد تم اصدار مؤشرات سندات جي بي مورجن للأسواق الناشئة EMBI في اوائل التسعينات ليصبح المؤشر الاكثر انتشارا من نوعه واظهر التقرير ان مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الاوسط وافريقيا منضمة لمؤشر جي بي مورجن للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بينما اوضح ان تسعين بالمئة من المستثمرين الاجانب الذين شميلهم استطلاع الرأي ايدوا دخول مصر للمؤشر بما يوعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الاجانب في صلابة الاقتصاد المصري الحقيقة ان فعلا العالم يعني كله شهد يعني صمود من الاقتصاد المصري في ظل ازمة كورونا اللي كل العالم كان بعاني منها الحمد لله ويا رب دايما مصر في رفحة ودايما الاقتصادنا لقدام خلونا ناخد كمان الخبر اللي جاي وزير المالية معدلات اداء الاقتصاد المصري هذا العام ستفوق المستهدفات رغم كل التحديات العالمية الاقتصاد المصري ما زال قادرا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية وتوقعات كمان بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل التقديرات المعلنة ليسجل 5.7% خلونا نعرف اكتر من خلال تقريرنا اللي جاي اصدرت وزارة المالية تقرير نصف السنوي عن الاداء الاقتصادي والمالي للعام المالي 2021-2022 الذي يرصد حجم الانفاق العام خلال الستة اشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة على نحو يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والافصاح والشفافية وقد اكد الدكتور محمد معيت وزير المالية ان مؤشرات الاداء المالي والاقتصادي خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 2021-2022 جاءت مطمئنة على نحو يشير الى ان الاقتصاد المصري ما زال قادرا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بتسجيل معدلات ايجابية تفوق مستهدفاتنا وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي وان المشروعات التنموية اسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد القومي وتنوع هيكل النمو موضحا ان البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل الى 5.5% خلال عام 2022 كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته ايضا الى 5.6% بدلا من 5.2% خلال عام 2022 وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7% بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تذاعيات جائحة كورونا واحتواء الصدمات الخارجية ايه الحقيقة حالة من الجدل بسبب يعني موضوع الدمغة الدهب الجديدة يعني اثارتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في خلال الفترة اللي فاتت وحالة هلا على السوشيال ميديا انه طب هنعمل ايه في الدهب اللي معانا طب ايه موقفنا دلوقتي الناس اللي معاها دهب دي يعني كده انا يعني اعمل في ايه طب لو هبيعه هيكلمنا اكتر عن الموضوع ده وهيكلمنا بعلم اكتر علشان نعرف اكيد يعني الدولة مش فجأة كده هتقولك الدهب اللي معاك ملوش لازمة يعني اكيد كل حاجة كل قرار هو قرار بدروس طيب علشان حضرتك تعرف اكتر ايه بالزبط موضوع الدهب او الدمغة الجديدة للدهب هنعرفه اكتر من خلال ضيفي في الفقرة اللي جاية وهتبقى اولى فقرتي الحوارية مع الاستاذة عمر المغربي عضو مجلس ادارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية خلونا نطلع فاصل ونستقبل الضفنة علشان يفهمنا اكتر عن الحالة اللي سيدة على السوشيال ميديا وحالة الخوف اللي يعني كل الناس بتتكلم عليها بسبب الدهب وهنعمل ايه في الدهب اللي احنا خزناه خليكم معنا اشتركوا في القناة